مسافة 1600 متر مشاركة خمسة رؤوسي رواسي إرياف بعد النظر غلابة هدايا وانسحاب أماري من هذا الشوط هذا الشوط يجمع انتاج السعودية الخيلة لم تربح وداخلت ميزان من المركز الثاني للخامس عمر ثلاث سنوات فأكثر لمشاركة خمسة رؤوس التقدم اللي صالح بعد النظر في المركز الأول مع الخيال عبدالله الحمد لأبنى عبدالله بن سعد الفراج المركز الثاني لرواسي لعلي عبداليز الدويش مع الخيال عبدالله العظيف أربعة رؤوس أيضا أرياف انسحبت من هذا الشوط تنظم لأماري بمشاركة أربعة رؤوس هذا الشوط يجمع أربعة رؤوس تقدم لرواسي لعلي مركز الأول محاولات لهدايا للدخل المركز الثاني لأبنى السعود بن سعد بن مطلق مع الخيال عبدالله العو في محاولات بعد النظر مرة أخرى لأخذ الصدارة في محاولات من قبل غلابة لمحمد بن عبدالله القحطاني وقياة الخيال صالح الرشيد تجتاز الجهد علامة 800 متر أربعة رؤوس في تنافس على المركز الأول والثاني محاولات غلابة للدخول الآن فيما رواسي تحتفظ مركز الأول من الداخل المنعطة في الأخير والخط المستقيم باتجاه خط النهاية والمركز الأول رواسي بعد النظر تحاول مع خيالها أيضا للدخول عبدالله الحامد يحاول فيما يحاول عبدالله العوفي أيضا للحاق بكل من بعد النظر وغلابة ورواسي رواسي المركز الأول بعد النظر المركز الثاني غلابة تحاول المركز الثالث ورواسي مع عبدالله العظيب رواسي بطولين تقريبا في المركز الأول والصدارة والمركز الأول لرواسي لعلي عبدالعيز الدويش تدريبات علي الدويش قادة الخير